ألا والله مزاجي هنا تستغربوا من اللي يسوه أسوأ الأمهات في عالم الحيوانات خش واحد طائر الوقواق لما تكون الأم تبغى تبيض وتروح عند عش طائر آخر تاكل بيضه منه وتبيض بيضه بدالها وتروح ولما يرجع الطائر ما ينتبه أن البيضة تغيرت فيعتنى فيها حتى تفقص فيخرج الصغير وتعتني فيه لاحظوا ابن الوقواق أضخم من الباقية وقاعدة تعتني فيه ومستغربة طيب ليش الأم ترمي البيضة عشان ترمي مسئولية تربية الأبناء على غيرها وترتاحي وتشوف حياتها اثنين فقمة الثلج تعتني بابنها بطريقة رائعة لدرجة أنها تبكيك حب وما تعطي وقت لنفسها أنها تاكل حتى تجوع ل 12 يوم بس وبعدها شلوت تتخلى عنه تروح وما يشوف أمه بعد كذا أبدا وتبدأ رحلة النجاة والدفاع عن نفسه لحاله وأخيرا العفريت التزماني المتوحش الخطير تبدأ وحشيته منذ ولادته الأم تلت خمسين ابن تقريبا وتكون عارفة أنها ما بتقدر تعتني فيهم فإيش تسوي تخليهم يلعبوا لعبة لطيفة جدا من جولتين الجولة الأولى القتال وحتى الموت والجولة الثانية السباق للرضاعة وهنا بس أقوى أربعة يقدروا يرضعوا وينجوا ويكملوا حياتهم وتعتني فيهم الأم ما في عندها نظام إذا أنت ضعيف يا ابني أنا أمك أدعمك لا تغير العين مكان الدال إيش تصير انتو قلولي ترجمة نانسي قنقر